اشتركوا في القناة من صوت الناشئين طبعا صوت الناشئين زي ما أنا بقول دايما هو على مسافة واحدة من كل أندية صوت الناشئين هو من لا صوت له بنغطي كل قطاعات الناشئين مصر وأندية مصر من القسم الرابع للقسم الأول أكاديميات مراكز شباب بنرقض على كل سلبيات قطاعات الناشئين فيه طبعا الحمد لله الفترات اللي فاتت يمكن ساهمنا وكان لنا دور في صعود بعض الناشئين للفريء الأول يعني حاولنا ونقشنا وقضايا كتير في التسنين والتزوير دايما بنعتبر نفسنا المراية لكل قطاعات ناشئين أندية مصر طبعا يعني بهني الأمة الإسلامية طبعا وبهني شعب مصر النهاردة يمكن أول أيام شهر شعبان ربنا يا ربي اجمعنا دايما على خير ويبلغنا رمضان يعني كاملين ولا فاقدين يعني كل سنة وحضراتكم بكير ويعود علينا الأيام وعليكم بكير إن شاء الله في أخبار كتير طبعا حتكون معايا في حلقات النهاردة طبعا منتخب مصر 2003 تم التجمع النهاردة وعلى مرحلة الثانية يوم الثلاث أيضا منتخب 2006 نتمنى كل التوفيق لأبنائنا في منتخبات مصر وإن شاء الله يعني يشرفونا في المحافل الرياضية بإذن الله في البداية اسمحوا لي أنا الكابتن أشرف أبو زيد صديقي حبيبي المدير الفني لنادي بيرامدز لموليد 2003 في وفاة شقيقه الحج ممدوح أبو زيد يعني نتمنى كده يا ربي يجعل مسواه الجنة وبنقولك اشد حيلك والحج ممدوح معانا طبعا على الشاشة ربنا أرحمك حج ممدوح كنت من الناس الطيبة جدا جدا من الناس القريبة القلبي بعزي نفسي وبعزي الكابتن أشرف أبو زيد طبعا بنهني وبنبارك للكابتن فتح عطية ابن بنسويف على تجديد تعاقده طبعا المدير المسؤول عن أكاديمية نادي المؤمن العرب فرع بنسويف للسنة الثالثة على التوالي تم التجديد والتعاقد معاه وطبعا دي ثقة كبيرة من الكابتن ردوان والكابتن يوسري عبدالجاني المشرف العام على الأكاديميات ومجلس الإدارة وفتح ابن اتمنى لك كل التوفيق ويمكن هو حيكون موجود في أكاديميته بانسويف موجود في نادي المؤمن العرب بكرة برضو بننطقي المواهب وبعض اللعابة المميزة من الأكاديمية فرع بنسويف عايزة طبعا أروح برضو أيضا للكابتن عصام سعيد أسطورة الشرقية اللي عامل شغل كبير جدا 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 في ممكن في أكتر من أربع أو خمس فروع وده كانت بالأمس مع الكابتن ميمي عبدالرازق رئيس قطاع ناشئين نادي المصر البورسعيدي اللي أشاد بمستوى الأكاديمية وأكد أن يعني زي ما قال في مداخلة معايا قال ده نادي مش أكاديمية طبعا دي شهادة عظيمة طبعا الكابتن عصام من الدكتور ميمي ويمكن الكابتن الدكتور ميمي يعجب أكتر من 30 لاعب في جميع المراحل السنية من أكاديمية الشرقية تحت قيادة الكابتن عصام سعيد اللي بنتمنى له كل التوفيق طبعا بقول للكابتن عمر فايم حمد الله على السلامة كابتن عمر فايم طبعا يعني كان في حادثة والحمد الله ربنا نجاه يعني حادثة مروعة جدا 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 ويعني على أثارها تحطمت السيارة لكن الحمد الله بنقول له في دك كل حاجة كابتن عمر وحمد الله على سلامتك عايز أقول أيضا فلاح جديد من وسط الشمس الحارقة يبدأ مشواره مع النجومية بالدوري التركي طبعا أحمد عتمان ابن قريد دامرو التابعة لمركز المحلة تم انضمامه للفريق الأول لنادي لينيا سبور التركي وطبعا دي إكرحلة كفاح من ابن القرية أحمد عتمان بنتمنى لك كل التوفيق وإحنا يعني كل فترة هنتابع أخبار أبنائنا سواء ناشيين سواء الدرجة الأولى اللي بيتم التعاقد معهم والاحتراف رحلة الاحتراف الخارجي وتم استخراج البطاقة الدولية لحمد عتمان ابن قريد دامرو بالمحلة نتمنى لك كل التوفيق طبعا ببارك للكابتن صلاح عطية رئيس مجلس إدارة نادي الترجي بمطروح وبهن الجهاز الفني وبهن الكابتن يوسف أبو السعود المدرب العام لفريق الترجي على فوزهم النهاردة على اتحاد الضبعة 2-0 وسعودهم لدولة الترجي كل الأمنات الطيبة لنادي الترجي المحترم ومجلس إدارة المحترم بقيادة الكابتن صلاح عطية كل التوفيق كابتن يوسف وبنتمنى لكوا دايما كده الترجي يرجع كما كان في عصره السابق أيضا الناس اللي بيتبعنا من خلال صفحة صوت النشئين مع العلام الكابتن محمد عبد الله على الفيسبوك يعني بيبعتولي صور أنا طبعا الوقت ما بيسعفنيش إن أنا أقدر أعرض كل الصور لكن أنا معي صورة نجم الجد حارس متميز في براعم نادي المؤولين العرب حسن حسام موليد 2009 طبعا البرعم في نادي المؤولين مشى بشكل كواس جدا جدا تحت قيادة طبعا رئيس القطاع النشئين كابتن محمد رضوان اللي عامل طفرة كبيرة جدا قطاع البراعم الكابتن حمد سيكلا كابتن محمد عبد العزيز زيزو عاملين طفرة هيلة جدا جدا في انتقاء اللعيبة ويمكن الفترة دي مباراة وديها كتير بتثبت أن فرقة فعلا أن العيون الصقبة والعيون اللي اللي بنقول اللي بتكتشف المواهب الحمد لله براعم نادي المؤولين العرب بخير وكل الشكر للكابتن محمد رضوان كل الشكر للكابتن حمد سيكلا أبو النشئين كابتن محمد عبد العزيز زيزو المشرفين على قطاع البراعم اسمحولي طبعا أنا ما أعلنتش عن ضيفي ضيفي من العرض فقيل جدا 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 حنناقش معاه قضية الاستثمار الرياضي والنصب باسم الاستثمار الرياضي حلقة ممتعة يعني ما تروحوش لبعيد بعد الفاصل مباشرة هيكون في ضيفتي النجم الكابتن صبر سمير المستثمر لنادي المقاول العرب في الخطي 2001 و2002 فاصل ونرجع لكم سريعا موسيقى ولد الكابتن صابري سمير بمدينة البدرشين بالأول من ابريل عام 1979 بدأ حياته كلاب بنادي البدرشين عام 1997 ثم انتقل إلى نادي المعادم عام 1998 ثم السعود للفريق الأول عام 1999 وينجح في تأهل الفريق للدور المنتاز وكان عنهه 19 عاما لقيادة المدير الفرني الكابتن محمد صلاح بدأ كابتة صابري سمير مسيرته الاحترافية بنادي شباب الأردن وصعد بالفريق إلى دور المحترفين عام 2001 قبل أن يعود إلى مصر عن طريق بوابة المقولون العرب والحصول مع الفريق على بطولتين كأس مصر وكأس السوبر مع الكابتن حسن شحات انتقل إلى نادي الترسانة عام 2006 وصعد معهم إلى الدور المنتاز في نفس العام تحت قيادة الكابتن شاكر عبد الفتاح عاد الكابتن صابري سمير وانتقل إلى نادي سموحة عام 2008 قبل أن يعود مرة أخرى لرحلة الاحتراف الخارجي في عدة أندية أبرزهم نادي الشباب الأردن ونادي الوحدات ونادي العربي ونادي مقاط العماني وكان لكابتن صابري سمير عودة من جديد لبيته المقولون العرب ولكن تلك المرة من أجل الاستثمار في قطاع الناشئين ونجح بالفعل في تحقيق نتائج مزهلة معه الكابتن صابري سمير ضيفا لحلقة اليوم من برنامج صوت الناشئين للحديث عن الاستثمار الرياضي وخاصة في قطاعات الناشئين بأندية نصر في ضيافة الكابتن محمد عبد أعزائي المشاهدين ورجعنا لكم بعد فاصل يعني مش عايزة أقول صريع فاصل جميل يعني أنا بشكر للأستاذ محمود سعيد على الفيديو الجميل اللي عامله لضيف النهاردة وضيف السادة المشاهدين الكابتن صابري سمير حاجة يعني جميلة جدا جدا وأنا بشكرك محمود على مجهودك كابتن صابري نورتني في صوت الناشئين حالا بسلام بك يا أستاذ محمد وأنا سعيد جدا لما أقول محظك النهاردة وإن شاء الله أكون ضيف خفيفة على السادة المشاهدين إن شاء الله إن شاء الله حاجة جميلة جدا تاريخ مشارفة كابتن صابري بدأته يعني بقول يعني زي حفرت في الصخر عشان تأمل اسم صبر السمير اه والله الحمد لله طبعا اه انا من انا عندي 16 سنة وبدأت طبعا كنت في البدرشين واتجهت طبعا للنادي المعادن اه ساعدت انا عندي 19 سنة لعبت فريق اول لعبت ماتشوت مع كان موجود كابت محمد صلاح اه مدير فريقا وانا عندي 19 سنة الحمد لله ساعدت معاهم دي كان بداية البطولات او بداية الانجازات بالنسبة دي اه والله هو الصعود بالمعادن صعود بالمعادن اللي دور الممتاز وبعد كده اتجهت الاحتراف والحمد لله يعني انا اعتبر الحمد لله ساعدت مع 6 فرق لدور من الدرجة اللي درجة الممتاز وخرج مصر يعني في مصر ساعدت مع الترسانة ساعدت مع المعادن والترسانة والمقاولين مولين طبعا برا مصر صعدت مع شباب الأردن كان نادي الطيبة ونادي الطرة من الأندية الكويسة جدا هناك وليها شعبية كبيرة جدا طبعا أنا لها الشرف أن أنا لعبت فيها ودي طبعا ما تذكرتش هنا وفي طبعا حاجات كتيرة ما تذكرتش برضو الحمد لله يعني بس برضو الحمد لله يعني طبعا بالنسبة لي مصيرة أي نادي بدخله أو أي نادي بشترك فيه الحمد لله بسيط بقصمة كويسة الناس كلها بتشيط بيه صاحب عزيمة أنت يا كابتل والله الحمد لله أطوال صاحب عزيمة وإصرار وبتحب التحدي دايما بتحب النجاح النجاح بيجي بصعوبة جدا أنا بصراحة تعودت على كده ربنا يخلي لي والدي دايما كان صغرينا وإحنا نعتمد على نفسنا دايما ما فيش مستحيل دايما معلمنا أن أي حاجة أخرتها حاجة حلوة أي حاجة فيها تعب أي حاجة فيها اجتهاد فيها صبر أخرتها حاجة حلوة أنا من خلال برنامج طبعا بوجه كلمة شكر طبعا للحاج سمير وبدعي له بالشفاء لأنه كان بيمر بظروف صحية الفترة اللي فاتت وأنا بهني على التربية كمان يعني أخلاقيا ورياضيا يعني الحمد لله حتى خلال الفترة القصيرة جدا يا كاب صبري يعني عشناها معاك من خلال تجربتك الاستثمارية في نادي المولين الكل بيشدك بحسن الأخلاق يعني عارف السمعة والسيرة الطيبة فده حاجة جميلة جدا جدا أنا بشكر عليها الحاج والحاجة على حسن التربية بأمانة خلينا نروح بقى لموضوع مهم جدا موضوع شائك الاستثمار في قطاعات الناشئين خاصة الفترة دي أصبح وسيلة للكسب المادي أصبح وسيلة للتربح من خلال بعض الناس اللي بتنصب باسم الاستثمار وعندنا كشف بالأسماء عندنا يعني مستندات زي ما بيقولوا لكن إنت قبل الهواء قلتلي إحنا عايزين نتكلم عن تجربتنا النجحة طبعا المعروف الكويس فين والوحش فين من خلال المجال لأن المجال حاجة صغيرة جدا دايرة مغلقة كله بيعرف مين الكويس ومين الوحش طبعا كلمنا عن التجربة يعني بتالت موسم على التوالي أنت بتخط تجربة كابتن صبري في نادي كبير واسم كبير نادي المعروف الكلمنا يعني طموحاتك الفترة اللي جاية إيه وانت خططت إزاي للاستثمار الرياضي هل كنت تبغي الربح أم أنت يعني حابب تطلع مواهب ونجوم كتيرة على الصح الرياضي والله أولا طبعا حتى للصمار الرياضي طبعا أنا بدأت السنة اللي قبل الفاتر وأشكر للناس اللي كانت موجودة بصراحة على الصقة ديت أول سنة عنيت شوية طبعا في البداية كان النتائج طبعا مش قد كده مع الوقت دا دركت الحاجات ديات الحمد لله النتائج بقت أحسن كنا من لعب النادي الأهلي بمناسبة النادي الأهلي يمكن إحنا معنا فيديو للمباراة يمكن بسم الله ما شاء الله عملتوا مباراة هيلة جدا آه الحمد لله هنشوفها مع بعض برضو إسناء حديثك برضا كالفضل فطبعا السنة الأولية للحمد لله يعني عملنا نتائج كويسة في الدور الثاني مخسرنا شاء الله مبارا واحدة من النادي الأهلي طبعا السنة اللي فاتت كنت أخذ ألفين و ألفين و ستة فرئتين في نادي المعولين ألفين و ستة كنت أخذ فرئتين به آه ثلاث فرئ بفضل الله صعدنا لدوري الترقيه اللي هو الدوري التاني آه كنت أخذ ثلاث فرئة بس عشان أوضح الصورة للناس لأن القيد كان مفتوح مكانش زي السنة دي طبعا حجموا عدد القيد كان مليل حجموا فيه ألف بس بقى فيه ألف بقاش فيه بقى بقى فيه أكاديمية آه طبعا آه لكن أنت كنت عمل نتائج كويسة جدا مع الفين و ستة و وصلت لإمكان لدوري أن أنت تلعب قطاعات على ما أعتقد دوار موسم الماضي آه طبعا الحمد لله يعني فرئت الفين صعدنا مع النادي الأهلي آه فرئتين الفين و ستة صعدنا آه فيه لعبة كويسة جدا الحمد لله آه دين نشتغل أنا من طبيعة شغلي أنا ما اشتغلش أم حاجة لمادة عندي لو بفكر في المادة هوفر حاجات كتيرة بالنسبة لل بالنسبة للنادي في الملاعب آه أدوات في الملابس في الملابس كل الحاجات دي أنا بصف في السنة يعني أنا الفترة اللي فاتت دي أنا جايب لبسه أدوات و كبه و حاجات زي كده معديها ربمائة ألف جنيه الفيديو معنا كابتن على الشاشة برضو محبت تشوفوه آه طبعا دي كان ماتش النادي الأهلي ده كان في النادي الأهلي هناك وخسرنا اتنين واحد طبعا كان من ينزلين في الماتش اللي قولين خسرنا واحد سفر في المقاولين فطبعا إزاي إن احنا نخسر واحد سفر بس وهم موفقين بقى من فرق السسمار وطبعا فرق السسمار وما بفكرين ان هي فرق السسمار اللي دفع متأيد اي حد بيجي اي حد بيجي خبط على الباب يدخل يدفع وي يا تاي فكل الحاجات دي مش موجودة عندي أنا آخر حاجة بفكر في الفلوس كده كده الحمد لله من خلال شغلي الناس بتيجي من خلال الناس شايفة والناس مفيش حد بيعرفي سماعت انت كابتر طبعا عملك اسمي كبير يمكن أنا عايز أقول كمان إن إنت اخترت المولة العرب في حالة إن كان في أكتر من نادب يفاوضك في أكتر من نادب يعني تخيل أنت وصلت المرحلة أن هم اللي دقوا على بابك يعني خبطوا على بابك زي ما بقوله مش أنت اللي تروح تفرض نفسك حتى 2006 السنة اللي فاتت لما خلصنا بعد ما خلصنا السنة دي والله كان أول السنة بيدوروا علي عشان خطر يشوف أنا هاخد فين أو ممكن أخد فين أفين تاني ده خاصة أولياء الأمور عايزين إحنا معك في أي مكان إحنا معك في أي مكان هتأخده إحنا موجودين معك فدي بالنسبة لي حاجة بتساعدين بعيد عن الفلوس وبعيد عن المادة الحمد لله مبسوط الحمد لله أنا أنا مش مفروض ما أقولش كده أو مش هسيبك تقول لأن أنا فعلا أنا بما يرضي الله أنا شفت أكتر من وقع يعني أنت كمستثمر بنرجع للمقطة تاني مستثمر بيهمك الربح فقط هتأخذ اللعب تأييده من قبل منزل المال لكن أنت بتبتده النهار ده كابتن صبري بتقوله وليه الأمر وأنا شاهد على الواقع أمام الله سبحانه وتعالى أن أنت بتقوله يتمرن معي شوية واشوف مستوى الفلوس آخر حاجة لو هو الولد أنا حاسن وجاي منه هشتغل عليها ولك يمضي صحيح وفي بعض أولاء الأمور أنت رجعت لهم فلوسهم وبعتناهم مع واحد كمان يودهم التجربة للإستثمارة في هذا الانتاج الحربي لده عن ذكر إسم صحيح لأ أنا بتكلم مع وليه أمره لأ وفر الفلوس ديت لابنك لأنه مش هيجي منه مش هيجي منه في أي مكان حتى مش في نادي المورين بس في أي مكان هيروحه لو في مركز شباب لو في مركز شباب حتى مش هيجي منه فحراء لكن فيه لعيبة مثلا 50-60% إحنا من خلال شغلنا بفضل الله الحمد لله يعني من الثقة الحمد لله ثقة من عند ربنا إن إحنا بنشتغل بميرد الله معهم بنوصلهم لـ 80%-90% من خلال المتشاط والمتشاط بتثبت بتثبت كل حاجة الحمد لله عندي لعيبة مميزة جدا ولعيبة كويسة جدا تقدر تلعب درجة أولى في أي مكان تلعب درجة أولى الحتة اللي أنا بتكلم فيها إن لو اللعيب أقل من 50%-60% ما بيبقاش موجود معي فلوسه بترجع له ورقه بيرجع له كل حاجة بترجع له ولا كأنه في أي حاجة تعكيده 3 سنين ما فيش شكوى من وليه أمر حباً طبعاً طبعاً إحنا بنلعب باسم كبير طبعاً الجليد بقى في الاستثمار بقى اللي محدش بيعمله إن أنت اشتريت 2 لعيبة من البدرشين صحيح وبلعبه في رئيتك السنين صحيح دفعت فلوس في البدرشين صحيح استريت 2 لعيبة فعلاً من البدرشين اللعبة دي فعلاً كانوا عاملين حاجة كويسة جداً هناك في الدورة الجيزة ومعروفين جداً ومشاء الله حتى بعد كل مباراة في ناس بتطعوا تكلمهم في ناس عايزهم فأنا جبتهم عشان خطر أنا عايز أشتغل عليهم عشان أوصلهم من بلدي أطلع ناس من بلدي من البدرشين عشان الناس كلها تقول لا في ناس من البدرشين طلعت هنا وطلعت هنا وطلعت هنا فدي حاجة بتساعدني إن أنا برضو أطلع من بلدي اللعيبة تقدر ترفع اسم بلدي برضو طيب أنت يا راك في الناس اللي بفاتحة باب الاستثمار واللي بتاخد في الفرقة 70 واحد وما بتاقيتش ولا واحد والفلوس بتبتاج والله يا كبتر محمد بصوا ألحدك على حاجة أنا أول مرة أقول لك الاستثمار بوز الكرة فاصل بصراحة الاستثمار الفاشل كمان الفاشل مش أي حد بيخش في الناستثمار مش أي حد يقدر يشتغل في الكرة ويقدر ينتج ويقدر يطور من اللعيبة تلات تربع الناس دلوقتي بتخش مع إرشين بيخش ياخد فرقة أو أكاديمية تخش تاخد فرقة ويلعبوا بيها فكل الحاجات دي بوزة الدنيا أنا دلوقتي أي حد بيخش يخبط ياخد أكاديمية أي حد بيخش يخبط عايز أكاديمية بياخدها عايز فرقة في كذا بياخدها طب أنت عارف فلان فلان ده دي عمليه اسمه إيه هيشتغل إزاي هيشتغل إزاي الطبيعي واحد داخل محدش يعرف عنه حاجة محدش يعرفه هيخش هيلم له إرشين ويجري هيلم إرشين ويجري طب لمصلحة اتنين مولي الأمر هو اللي بتضرر في الموضوع دوت مولي الأمر بيطلع عينه أهو أنا دايما إحنا برضا أولياء أمور إحنا أعتبر أولياء أمور بيطلع عينك أهو اعتبر ده ابنك وليه أمر بيجيب المبلغ دوت عشان خاطر ابنه يبقى حاجة بيدفع مبلغ عشان خاطر ابنه يبقى حاجة كويسة أهو لكن إنت إنت تيجي تدمر طموحه وإتحاد يدمر طموح وأنديت تدمر طموح طب ليه مصلحة مين طب ما حرام كل ده حرام علينا يعني أنا الولاد دول عندهم طموح لسهم يبقى حاجة يعني اللعبة اللي بتجي لي ديت ما عندهم كلهم ثلاثة أربعة ما عندهم طموح مش جايين عشان خاطر مفصولين أنهم في نادي الماولين لا جايين مفصولين أنهم في الماولين طبعا شرف لا أحد إلاه في الماولين بس في نفس الوقت هو عايز يبقى حاجة أحسن يطلع فريق أول يروح أنديها كبيرة كل الحاجات دي ناس دي بتتعب وناس دي بتيجي موصلات على حسابها وبتيجي وأهليهم بيصرفوا عليهم عشان يبقوا حاجة فإحنا لازم نساعدهم ما ينفعش أن كل واحد بيفكر في نفسه بس كل واحد بيفكر في المكان اللي هو فيه بس ما ينفعش أنا دلوقتي مثلا مسؤول في نادي لا أنا لازم أدور على مصلحة الولاد دول حتى أعمل اللي علي أنا الولاد دول فيه يجي منهم أهلا وسهلا بيكم ما يجيش منهم لا ممكن تجربة وخلاص يبقى احنا عملنا العلين أنا واحد من الناس أنا باشتغل وبعمل لكن أنا دلوقتي هشتغل من نفس النفسي أنا الفترة الجاية هشتغل من نفس النفسي نفسي نفسي إزاي إن أنا اللعبة ديت أنا اللي هطوره أنا اللي هسواه أنا اللي هوصله بفضل الله الحمد لله تعقد مع شركة أزبانية وإن شاء الله قبل رمضان ده ده سابق لنا بإذن الله إن شاء الله طبعا شركة أزبانية تعقدت معاه أنا الحمد لله برضو الشركة بتاعتي طبعا شركة صبور رائع الرسمي لبرنامج صوت الناشئين وده شرف لنا إن حضرتك طرعانة يعني إن شاء الله فطبعا عملت شركة عشان خاطر أنا هشتغل على الولاد دول أنا بقى اللي هسواهم أنا اللي هخليهم إن شاء الله ربنا يكرم في لعبة كويسة أربعة خمسة ستة يطلعوا يجربوا يمكن فيه توفيق انضام القطاع لشنادي المؤولين العرب إنت هتشتغل على الناس دي برضو على أساس تسويق برضو سموحة الانتاج الأندية الكبيرة وخاصة أن أنت فتحت كمان سكة في يعني خلاص طامت التعاقد وأنا يمكن أنا شفت الأوراق وحضرتك بعد تالي وكنت عايزة نوع عنها بس أنت حرقت المفاجأة التعاقد لأسبانيا كمان فترات معايشة ويمكن عايزة أقول كمان بقى أنا حأسبعك بقى وقبل ما أنت تقول إن خلال الفترة الجاية في دورة دوري معمول وإنت بتجاهز عدد معين مميزين جدا من فرقتك 2000 و2002 للصفة للأسبانيا تقول بقى أنا حرقتك المفاجأة لا يا إن شاء الله يبقى فيه بطولة في أسبانيا بإذن الله إن شاء الله دي بطولة مع الشركة اللي أنا متعاقد معها في أسبانيا دي إن شاء الله طبعا من 17 إلى 20 يوم اللعيبة دي إن شاء الله يعني هيبقى فيه ناس وقلة هيتفرجوا على البطولة قلتلي الميزة الكويسة من القسم التاني الدورة للقسم التاني إلى برشلون صحيح يعني من أندية القسم التاني حتى برشلون ما هو أي حد يقدر يشترك في البطولة ما فيهش مشكلة بس برضو في نفس الوقت برضو يعني أسامي أقصد الوكالاء كمان موجودين من القسم التاني لحد نادي برشلون هيكون فيه ناس متواجدة لاكتشاف المواهب دي الشركة كمان الشركة على مستوى الشركة اللي أنا متعاقد معها على مستوى هي برضو لها اسم كبيري ناك فإن شاء الله بإذن الله هشتغل على الحتة دي كويس جداً لأن أنا بصراحة التعمل برة والشغل برة يعني يعني مش هقول لها حسن من هنا فيه مميزات يعني فيه مميزات وفيه ثقافة فيه مميزات وفيه ثقافة وفيه استفادة أكتر بالنسبة لينا وبالنسبة للولاد تكاتف لنجاح المنظومة بصراحة لأنه بصراحة الدور هنا بوخ يعني دور الناشئين أنا مش لقي سبب كمان كنا بتكلمان لو أنت الصبح في النادي مش لقيين سبب أن أنت هترجع دور الجمهورية طب القطاعات طب الناس اللي تعبت ما هي قطاعات والمناطق طب الناس اللي دفعت دور المنطقة ليه مقوف ما انت شغلت كل حاجة صحيح كل حاجة في مصر شغلت كل حاجة شغلة طب والتاني حاجة دي مش مجمعات يعني دي مش صالة بالظرر أو حاجة زي كده الملاعب مفتوحة الملاعب مفتوحة وما فيهاش أي ضرر وما فيهاش جماهير وما فيهاش جماهير فأنت ليه وقفت الدوري وبعد كي ليه هتشغل الدوري قبل رمضان وفي رمضان طب تسعة ونص المصلحة مين يعني تسعة ونص بالليل فيه تكلفة يبقى فيه تكلفة عالية فهي عنديها كتير ما معاش تأجر ملعب بأضوها كشف وفيه لعيبة بتيجي من صفر طب اللعبة دي هتسافل لما تيجي بالليل الساعة 2 تلاتة بالليل هترجع عمت فبرضه يبقى فيها ضرر بالنسبة للولاد وكمان انت اتكلمنا برضه قبل الهوى في موضوع الفرق كمان اللي بتدفع اشتراك وبتطلع كرنات وفي المباراة باللهاش ما يقف فيه أنا عندي ألفين واثنين يعني احنا ألفين واثنين أنا بلعبناش إلى خمس ماتشاط إلى ألفين احنا لعبنا دور دور واحد يعني انت بتلعب دور واحد أنا داخل الدوري نزي دفع فلوس ودخل الدوري عشان خطر ايه عشان خطر يلعبوا دوري قوي دوري قوي يستفادهم منه احنا كلنا نستفاد بس أنا ألعب دور دور واحد بعد كده الدوري توقف وبعد كده لسه في شهر أربعة هستنى القرار قرار وكانه يبقى نوع يبقى مستمر يستكمل أو لا طبعا طبعا تحددت وقلت الجداول ونزلت جداول 2006 وتسسسين و2008 نزلت الجمهورية طب دول زنبهم إيه الجيل ده يروح فين الأجيل ده تروح في تلعب فين وبعدين أنا فخامت سيد الرئيس عم فتاح السيسي بيقول لك لازم الناس تشتغل وكله اشتغل وقف في المنطقة صحيح المنطقة دي فيها جهزة فرنية وفيها فلوس وفيها لا في ناس كتيرة فتحة بيوت في ناس كتيرة فيهم داربين وفيهم مسؤولين في ناس كتيرة فتحة بيوت واللعيبة دية يعني أنا دلوقتي لما راجعت دوري أنا بدأت أنا بدأت في شهر عشر يعني أنا بدأت أول ما اشتغلت في شهر عشر أنا جمعت جمعت الحمد لله وفضل الله في رئيتين جمعتهم في شهر ونص بالزبط بفضل الله لأن في الناس واسكة واسكة طبعا ففي شهر ونص أنا جمعت فرئيتين عملت فرئيتين في شهر ونص بدأنا في نصر احداشر او اخر اخر حداشر اه بدأنا انت يعتبر لعب دوري في شهر ونص يعني انت بدأت في عشرة في نصر واحد او اتنين انا وقف طب وقف لمصلحة مين انا هلعب لعب ثلاث شهور واجه اف ثمان شهور ولا تسع شهور مشكلة ده بره ما بيقولش الكلام ده مفيش الكلام ده ده بره ده هما اسبوعين ولا اسبوع عشر تيام وبعد كده بيبدأ يشتغل ما هي المشكلة ان الناس بتشتغل لاغراض شخصية ومصالح شخصية ما بتشتغلش للصالح العام شركات شركات هما بنفس بعضين بيقع بعضين بالضبط اصبح الموضوع معروف وتعرف ومش مشكلة بقى اولياء امور مش مشكلة العيبة مش مشكلة المدربين كل ده الامور دي بقى تكون لها سبوبة كابتال صبري النارده زي ما ما تكلمنا النارده انا بروح بفرقتي واكلف نفسي وباص وتمرين ووجبات ولبس وروح لفرقة ما تجيش يعني الملعب ملعبة وهم شارين اسم النادي ومش موجودة الفرقة في ناديها صحيح يعني تحسبها ازاي دي حاجة يعني لا اي انا مشكلة مشكلة كابتال محمد هي ان في ناس اه بفي ناس بتشترك بس بتشترك على الورق بالزبط يعني بتاخد لم الارشين السبوبة بتاعتهم والسبوبة بتاعتهم وخلاص على كده ومش مهم بقى اتمرر والأمر مش مش مشكلة اللعيبة مش مشكلة للولاد دول طب حتى لو حتى لو معنهم شتموها بس يمارسوا الرياضة بالزبط يلعبوا يبعيدوا بيدا عن اي حاجة تانية اي بقى مشاكل لكن احنا لا دراسة ولا كورة طب الولاد دول يروحوا فيه اه ما هو ده اللي بنقول ما الولاد دول يعني لاما يصهروا اه لاما يتجوا ياخدوا طريق تاني خالص اه طبعا طب اتجاه ده احنا مش عايزينه احنا نفسنا بنقعد نتخاني مع ولادنا عشان ما ما يعودوش على التلفونات ما يصهروش ما يعملوش لان التلفونات ده التلفونات ده ده شطان لوحده اه طبعا انا دلوقتي انا دلوقتي لغيت الكورة اه دراسة يعني اه احنا كلنا عارفين دراسة مش هزاعة اونلاين كلها اه فالطبيعي الولاد هيعملوا ايه اه حيتاجه تجاه تانية تجاه تانية وتدمير كمان يعني بدل ما بنبني ناش احنا بنهد ناش يعني بدل ما بنهد 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 شباب بنهد شباب بصراحة يعني بصراحة الله يكوفوا انا انا بجد يعني انا يعني مش عارفة اقولهم ايه طب فترة التوقف ده يعني انت مخططين لفيلة 2000 و2002 والله انا بعمل على قد ما بقدر بعمل على ان احنا برضو شغالين التدريبات اه بعملهم متشطدية طبعا كان فيه امتحنات الفترة اللي فاتت دي فانا بحاول على قد ما قدر اللي موجود ما عندهش امتحنات ما عندهش اي حاجة بيجي تمرن برضو النادي ما افتح له بشكر الكابتن وضوان بصراحة بشكره محمد عادل انه هما طبعا الولاد دول حقهم بياخدوه تمرين وكل حاجة والملعب موجود الماتشطدية بعملهم الماتشطدية يعني يوم التلات انا عمل ماتش برا ماتش جوه كان عندك المرج اللي سبوع الماضي ده اه كسبت سبعة سبعة سفر الحمد لله احنا ماشيين كويس جدا يعني في الدوري احنا ماشيين اول فريق 2000 2002 ماشيين تاني يعني انا الحمد لله الفرق عندي كلها الحمد لله بتمشي اول تالي انا من زمان انا اطمحك كده انا تعودت على كده تعودت حتى انا مبعتبرش استسمار انا بين البالي مش استسمار انت بتعتبره فرصة انا بعتبره انت مش لايه فرصة انت مش لايه فرصة في اي نادي بتيجي الان ديها كل لعيبة كل نادي اقفل على اللعيبة بالتحتة اقفل عليها يقول لك عندي حتى لو لعيب جاي بس محتاج يغف على رجليه هو لعيب كويس يدينه فرصة لأ أنا عندي حسن منه لازم يكون حسن منه وده يتمرن بقيله 4-5 سنين ده ممكن يكون قاعد بقيله بقيله 4-5 سنين أعايز أقول أن النهاردة لازم الثقافة تختلف ليه بقى؟ ممكن يجي لك لعب 30% بس هو جاي منين؟ لعب فين؟ بس ده أنا حاسس كمدير فني أن الولد ده لو خد الشغل بتاع اللعيبة بتوعي ممكن يتفوق عليه فلازم الرؤية تختلف شوية والنظرة تختلف شوية هي ممكن أبص عليها وأشتغل عليها في فترة الاعداد لكن في فترة الدوري أو في فترة شهر يناير لا تبقى صعبة شوية أنه هيبقى فيه وقت كتير ووقت طويل أنه أنا قدر أشتغل على اللعيب زي كده لكن في فترة الاعداد لا أنا ممكن أشتغل عليه لعيب آه عنده كورة وعنده فكر وبس رجليه مش شايلات ما أنا ما أددله فترة الاعداد أشتغل عليه فترة الاعداد واددله الفرصة بس ما فيش حد يبدي الفرصة دي لا حد يبدي الفرصة دي اللعب ما حدش بأصبر كله براحة كله براحة مهاجه ولك عندي معايرنا الولد بممكن حد تاني يكتشفه تقصروا بطلق وفيه أمسنا كتير تابت المحمد أنا بعمل كل سنة أنا بعمل فرقة وشهر بعمل فرقة وشهر بفضل الله في شهر ونصف شهرين من أحسن فرقة في كده وشفنا شفنا لعبة جات لك يعني كارل مستوى عيبا فيه حلقة تانية الوضع اختلف هوانيك الشغل اللي احنا شغالينه والمطشاط اللي احنا عمالناها والأهداف اللي احنا بينجيبها مش احنا بقى منشتغلش الحمد لله بفضل الله مش اي شغل مش هاشكر في نفسي او مش هاشكر في المداربين اللي معايا وهو ثقة أولئة الأمور وثقة مجلس الإدارة بيبان من كده بيبان من ده يعني ده دلائل بغض النظر عن نعرض او ما نعرضش طبعا لكن في الحلقات القادمة هنعرض اه انت عامل صفحة محترمة كمان اللي حابب يشوفها هي صفحة نادي المعاون العرب الفين او الفين واثنين اللي حابب يشوفها ويخش عليها على الفيسبوك شوفوا الشغل المعمول قد ايه شوفوا التعب والمجهود الكابت صابر بيعمله هو جازه الفني اللي انا يعني عايز اشكرهم بنفسي والكابت صابر هاشكرهم جاز المعاون الكابتن هاني سكر والكابتن محمد شوقي الكابتن احمد شوقي مضارب حراس المرمى انا بشكر حتى بشكر الناس اللي كانت موجودة معايا اه الفترة اللي الناس دي تعمت معايا برضو بشكرهم حتى لو مشوا احنا حتى يعني لو مشوا في اختلاف بيننا وبيني وبينهم انا بكنهم كل احترام انت قلبك كبيرة يا كابتن وابتزعلش من حتى برضو حتى وهم في اي مكان بسعادهم وبنقف مع بعض اه طيب اسمح لنا نوجه يعني الدعاء لأخونا وحبيبنا برضو طالما جبنا اسم الصفحة وده يعني تعب مجوده يا ربنا يا رب يعافيه من الكورونا ويش فيه يا رب شو السادس رضا الشعار مخرجنا الصديق والمسؤول الفترة السابقة عن صفحة نادي المؤمن عرب 2000 على الفيسبوك وعمل فيها شغل محترم جدا جدا بنتمنى له انا عرفنا قلبك كبير وقلبك جميل وانت بتبين وقت لا انا اسعلان عليه والله وقت الشدائق انت بتعيله بكل حب والله طبعا بنقوله الف سلام عليك يا وزردة وان شاء الله تقوم بالسلام ان شاء الله تقوم بالسلام وان شاء الله تركع أحسن من الأول ان شاء الله يا رب بإذن الله اه وبرضو بنشكر انت قلت الجازي القديم مصطفى ديدا اه وكابتن ياسي الزيز وكابتن سرق سامير وكابتن وليد سامير بصراحة الناس كلها اشتغلت معايا الناس كلها تعبت معايا الناس كلها اليوم فضل هما زي ما بقول هما النواة اللي ابتدت تزرع منها الجزور وان احنا برضو نستمر صحيح فالناس دي كلها اليوم فضل بعض ربنا في المجود اللي انا في المكان اللي انا فيه وفي النجاحات الموجودة والنجاحات اللي احنا وصلنا لها فبشكرهم جدا بصراحة وليوم كل الاحترام كابتن صبري الفترة اللي جاية ان شاء الله بإذن الله طبعا انت قلت هتبتدي مطشات ودية خارج مصر مع سموحها مع الانتاج هتبتدي بعلاقاتك مع الاتحاد سكندري مع الاندية الموجودة المتاح ان انت تقدر تعمل فيها يعني مباراة ودية لكن ايه انت حتت من خلال الفترة دي كم لعب ممكن تحس ان انت ممكن يعني انت معاك فرقتين يعني خمسين لعب لو جاء الكابتن صبري يعمل عملية غربلة تستقر على كم لعب تقول هما دولي ممكن يلعبوا في احسن اندي والله طبعا اولا انا عايفتها بتجملش عشان كده انت معاك خمسين لعب في الفرقتين الكرة بالذات ما فيهش مجاملة عايزين نشوف المميز بقى يعني الاسماء برضو هما الناس بتفرج علينا نهاردة قبلوني وقبلوا لكابتن ان احنا عدين من التفرج فعايزين برضو ممكن وارد احنا هقول بس مش هقوله اسامي هتقول عدد من غير اسامي انا عندي فرقة الالفين لا انا عندي ما شاء الله عندي حوالي ست سبع لعيبة مميزين جدا يعني يروح اي نادي يكسروا الدنيا يلعبوا سنة سنتين يلعبوا درجة اولى يلعبوا بعد كده ممكن ممتاز بينكم ممتاز لا بصراحة عندي اللعيبة الاتنين اللي انا جبتهم بالبرشين برضا لعيبة قويسة جدا الله اكبر عليهم وان شاء الله يبقى اليوم مستقبى كويس جدا عندي الالفين والاتنين عندي فيه حوالي اربع لعيبة قويسين جدا اللعبوا برضو في اندية كبيرة اللعبوا برضو على مستوى عالي فانا طبعا كان معايدني اول السنة انه طبعا هيتابع الفرق وهيبص على الفرق وانا عارف انه طبعا لما بيوعب بحاجة بيبطي فطبعا دي الاولوية اولوية للنادي الماولين لان احنا دايما انا بحب النادي الماولين انا بعشاه وبيتك واخد بطولات فيه وبحب انجح في النادي واطلع لعيبة لمصلحة النادي تفيدنا وتفيد القطاع وتفيد النادي كله يعني فحتى الاستفادة بتبقى من حيتين ماديا والعيبة كويسة طبعا طلعت الموسم من الماضي حارس 2006 في زد الفكر كان اسمه تامر شعبان الولد ابوه تامر شعبان عبدالرحمن تامر شعبان يمكن النهار دوا في منتخب مصر عبدالله كان برضو مهاجم دلوقتي في منتخب مصر برضو مع زد طبعا كابتن محمد عيز طبعا بشكره لانه هو جيه في اول موسم كلمني وقال لي انا محتاج اللعيبة دي توص على اليوم لانه هو عارفهم كويس جدا كانوا اتمرانوا معاه فترة كان مدير فني 2006 الموسم الماضي في مدينة فموجودين دلوقتي معاه ما شاء الله عليهم لعيبة كويسة جدا فيه لعيب راحل اسمعيدي فمن 2006 يعني بتكلم من اللعيبة به من اللعيبة به اصبعه نجوم دلوقتي اصبعه نجوم دلوقتي في التخب مصر فيه لعيبة برضه فيه لعيب راحل اسمعيدي وعندي برضه فيه فيرة الالفين برضه فيه ناس راحل ببنك الالي وفيه ناس راحل سموحان يعني انت في التسويل الحمد الله العلاقات كويسة واللعب المميز بيفرد نفسه وانت عملت النتاج من اللعيبة كانت جاية لو فأي مكان بواحد ده اللي بنقوله الفرصة الفرصة اللي بنقادر لو خاد فرصة يقدر ينجح جدا ويشتغل عليها أنا بشوفك يا كابتن يمكن ساعات أقول لك حتكرسي وتعالى نوعات جنب بعض تقول لأ لازم أوفي التمرين يعني كل حاجة بتبقى شايف وتتابع بنفسك وفي المطشاط بتبقى هادي كده وقعد لكن فجأة بلاقيك قعدة كابتن هاني يعني أنت مش يعني عايز أقول أنت يعني حاطت إيدك على المجموعة بحب الناس بتستشيرك في كل حاجة الجهاز المعاون طبعا جهاز محترم عايز أقول هو ده النجاح أنت دايما تقول لي الواحد بيخلص رب الله سبحانه وتعالى في عمر دايما لازم يبقى في نجاح فأنا واثق أن أنت هتنجح وعايز أقول على الفكرة التانية اللي أنت قلت لي عليها مبارح قلت لي أنا بفكر أخذ المجموعة دي وأخذ فرقة في القسم التاني ودعم مع اللعبة دي ما أنا مش عارف أنت حرقت كل حاجة فأنا لازم أقول بقى ما أنت حرقت لي أول حاجة قلت لي عايز أخذ فرقة في عرض جايلك من الممتاز به قلت لي أنا الأولاد دوني مش حاسبهم فيهم لعبهم مهازة جدا ممكن يوصلوا لمرحلة منتخذ مصر صحيح حكينا على التجربة دي بقى بدون ذكر أسماء لا والله أنا فكرت طبعا لما اشتغلت السنة اللي فاتت والسنة دي بصراحة جال لي لعبة كويسة جدا لعبة ممتازة جدا السنة اللي فاتت بصراحة ما أديرش أساعدهم لعبة كويسة جدا على مستوى بس أنا مش قادر أساعدهم هي هيدفع هيقدر يكمل هيكمل اللي مش هيقدر طبعا مش هيقدر أكيد فطبعا فكرت السنة دي إن شاء الله لنأخذ حاجة دي ممتازبة إن شاء الله حاجة كويسة واتدع بعض العناصر الكبرات مع للشباب أكيد طبعا هيبقى فيه لعبة منهم من الشباب من اللي أنا شغال معهم وهم شغالين دلوقتي يقدر يساعدونا وأنا أقدر أساعدهم في الممتازبة ويقدر يظهروا أكتر وأكتر وأكتر ما بقاش يعني حاسس إن أنا عاجز يعني برضو وأسرت معهم إنهم ملعبة كويسة ومأسروش ودفعوا وأولياء أمورهم جريوا غراهم وكلام ده وأجي في الآخر أنا مش هادر أعمل لهم حاجة لا ده هي فكرة هيلة فأنا أنا فكرت فيها إن شاء الله والفترة الجاية هبدأ في الخطوات بتاعتها غير طبعا الشركة الأزبانية إن شاء الله برضو فأنا لازم أنا ما أنا قلت لحضراتك أنا هساعد نفتي بنفسي هتعتمد على نفسي إن شاء الله كابت صبر الوقت يجري معاك بسرعة جدا 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 يعني كلمة أخيرة عايز توجاه لحد عايز تتكلم مع حد معاك دقيقة من دلوقتي مش تلاتين ثانية لا والله أنا بشكر بشكر كل الناس اللي في نادي المعاولين من أولهم طبعا رئيس النادي والبشوانس محمد عادل والكابتن ردوان والكابتن عفاتح كل الناس عشان ما نساش حد بصراحة كلهم ناس محترمة جدا والإدارين بقى وطبعا الإدارين طبعا ده ده تعبوا معايا بصراحة وكابتن عالى أساعد وكابتن حسان وستاذ محمود شحاتة طبعا صعود الفريق الأول ومسك في الفريق الأول طبعا لأنه يستهل كل خير بصراحة كابتن سعيد صابر طبعا كابتن سعيد صابر وكابتن هاني كل الناس يعني بصراحة الناس كلها كلهم حتى المدربين كلنا يعني ايد واحدة واسرة واحدة وكلنا أسرة واحدة ونساعد بعضين بصراحة الحمد لله وأنا دي أهم حاجة عندي أهم حاجة أننا الناس كلها تمو يعني تتفت على الشخص الحمد لله يعني أننا الحاجة اللي قدر أعملها معهم بأعملها معهم اللي قدر أساعد فيها بساعد فيها إحنا بنساعد بعضين عشان دي منزولة طبعا منزومة باسم النادي الماولين إحنا كلنا تحت اسم النادي الماولين طبعا النادي الماولين اسم كبير فلازم نحافظ عليه بازم وطبعا بشكر الناس بتوعي تاني مرة كابتن عين سكر كابتن محمد شاوي والكابتن أحمد نازل يتعبن معايا وتستهل كل خير بصراحة فأتمنى لهم التوفيق دايما يا رب تخيل أحمد النهاردة سلمت عليه بفجوة أن الكابتن شاوي بولد عبدو كرونا طلع إيجابي لا هو كان شي بو كرونا بقيت الحمد لله بضحك عليك كل الشكر لكابتن أحمد السيد أحمد شاوي مدرب حراس مرمى الماولين 2002 و2002 كل الشكر لكابتن هاني سكر ابن حلوان المحترم كل الشكر لكابتن أحمد شاوي كل الشكر لحمادة العامل بأمانة أنت عامل حالة والله يا كابتن صبري يعني أنا على الهوى بينه وبين السادة المشاهدين ساقة كبيرة جدا وقديهم ما بيأسوكوا في كلمتي وبتمنى أننا كنا عنده حصل ظنهم من أنجح التجارب الاستثمارية اللي تواجدت في قطعات ناشين مصر تجربة الكابتن صبر السمير داخل نادي الماولين والله أولياء الأمور كلهم النهاردة لفسهم يعملوا مدخلات عشان يشكروك الحج محمد علي والحج ناصر مش عايز أعد يقول لهم النهاردة يا كابتن أقول لهم الكابتن صبر مانع المدخلات وقال لهم النهاردة الصبح بصراحة فأقولت لهم مش مانع المدخلات المدخلات عادي بس عشان خطر الوقت بتاع الحلقة الوقت الداية لأن انتوا لو طلعتوا في الـ مش هنخلص أنا مش هطلع مش هتكلم أنا مش هتكلم مشكرك يا كابتن صبر على حضورك ومع مزيد دعوات بالتوفيق لحضرتك في حياتك العقلية وفي حياتك المهنية بتمنى لك كل التوفيق من قلبي وساعدت بلقائك عزيز المشاهدين طبعاً دي كانت نهاية حلقتنا النهاردة بالبنامج صوت الناشئين يارب تكونوا استمتعتوا بالحلقة الجميلة ديت اسمحولي أقول إن الحلقة القادمة حيكون ضيفي الكابتن صلاح عطية رئيس مجلس إدارة نادي الترجم المطروح والكابتن يوسف أبو السعود المدارب العام بنهنيهم على صعودهم للتراك النهاردة وفوزهم على اتحاد الضبعة 2-0 دمتم في أمان الله وإلى لقاء آخر بسبوع القادم السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة